السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأقوم بحل عدة نماذج من نماذج الاستماع النهائي للمرحلة الثانوية الصف الأول والثاني والثالث الثانوي جميع هذه النماذج هي مناسبة للمرحلة الثانوية وقد قام بعمل هذه النماذج معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية جزاهم الله كل خير وبلما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ باسم الله بالنموذج الأول سنستمع سويا إلى نص هذا النموذج وبعد ذلك سنقوم بحل الأسئلة لا أستطيع أنت. أنا أصبح أصبح وبعد ذلك في شخص كيف أحبك؟ أحبك أحب كتبب ويصبح أحبك 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 لكي تنزلتك؟ أطبع لا. إذن أردتني أطلقت تنزلتك فقط في 10 مم تجيب أحبك أحبك أحبك؟ الآن، لا، لكن أحبك 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 أحبك؟ وبعد أن استمعنا إلى النص فإن الإجابات هي كالتالي لديه خمس أشخاص في عائلته هم يعيشون بمنزل في الريف والده كان طبيبا ويعمل في المستشفى المحلية وعمر والدته أربعون عاما اسم أخاه هو ديفيد هو ثاني الأولاد في عائلته والده يحب لعب كرة القدم ووالدته تحب الطبخ هل والده دائما يطلبان منه أن يعود إلى المنزل قبل الساعة الثالثة مساء كل ليلة؟ كانت إجابة خاطئة كان يجب عليه أن يعود قبل الساعة العاشرة مساء هل والدته تحضر وجبات لذيذة؟ كانت إجابة صحيحة ننتقل إلى النموذج الثاني أيضا سنقوم بالاستماع إلى نص هذا النموذج وبعد ذلك سنقوم بحل الأسئلة بحل أمه بحل الأسواف بحل الأسواف بحل الأسواف MY HOUSE HAS HIS LIVING ROOM MY FAMILY WATCHES TELEVISION THERE EVERY NIGHT MY HOUSE HAS A BIG BATHROOM MY HOUSE HAS A LOT OF CLOSETS MY HOUSE HAS A SPON F ultimately MY DAD HAS A WORKSHOP IN THE BASESMENT MY DAD MAKES WOOD FURNITURE MY HOUSE DOES NOT HAVE A SECOND FLOOR MY HOUSE HAS A GARAGE وبعد أن استمعنا إلى النص فإن الإجابات هي كالتالي هذا الشخص أو الولد يعيش في منزل صغير هناك غرفتان للنوم في هذا المنزل هو يتشارك غرفة النوم مع أخته والدته ووالده يطبخون العشاء في المطبخ كل ليلة العائلة تشاهد التلفاز في غرفة المعيشة والده لديه ورشة عمل في قبو المنزل والده يقوم بصناعة الأثاث الخشبي في ورشة العمل الخاصة به منزلهم هذا ليس به طابق ثاني هناك أشجار القيقب في الفناء الخلفي لمنزلهم ننتقل إلى حل النموذج الثالث ينبو ينبو على سادي عربيا's western coast is one of the most relaxing cities I have ever visited ينبو is made up of three villages Al-Balad Al-Nakhil and ينبو which are all very close to each other ينبو is one of the oldest cities of the kingdom and has many interesting places to see if you walk along some of the narrow streets of the old part of the city you will see a museum and numerous impressive buildings some of which are extremely old and offer a fascinating look into the history of ينبو this area used to be the home of Lawrence of Arabia there is also a variety of options for recreation ينبو's beautiful beaches and opportunities for water sports such as scuba diving or snorkeling on Barracuda Beach and coral gardens attract many tourists every year there are also many places to shop and restaurants where you can try Saudi cuisine ينبو is a very beautiful city and I had a fantastic time there it was an unforgettable experience and I hope to visit this wonderful city again وبعد أن استمعنا إلى النص فإن الإجابات هي كالتالي علينا أن نختار الإجابة الصحيحة ينبو is located on Saudi Arabia's western coast إذن تقع ينبو في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية number two ينبو is made up of three villages تتكون ينبو من ثلاثة قرى number three ينبو هي إحدى أقدم المدن في المملكة ننتقل إلى صح أو خطأ number one there are many interesting places to see in ينبو نعم إنها إجابة صحيحة هناك العديد من الأماكن الممتعة التي يمكن أن نراها في مدينة ينبو number two there are all buildings that offer a fascinating look into the history of ينبو هناك مباني قديمة تعرض مناظرة رائعة وخلابة لتاريخ ينبو ينبو yes إنها إجابة صحيحة number three there is a museum إن ينبو هناك متحف في مدينة ينبو ينبو أيضا إنها إجابة صحيحة number four you can't do water sports إن ينبو لا يمكنك أن تقوم بالرياضات المائية في مدينة ينبو no إنها إجابة خاطئة بل يمكننا أن نقوم بالرياضة المائية في مدينة ينبو number five beach and coral gardens attract many tourists every year الشواطئ وحدائق المرجان تجذب العديد من السواح كل عام yes إنها إجابة صحيحة number six you can't try saudi cuisine لا يمكننا أن نجرب الطبخ أو المطبخ السعودي في ينبو أيضا إنها إجابة خاطئة بل يمكننا تجربة المطبخ السعودي هناك number seven there are also many places to shop هناك العديد من الأماكن كي نتسوق بها في مدينة ينبو yes إنها إجابة صحيحة ننتقل إلى النموذج الرابع أيضا تنستمع إلى نص هذا النموذج وبعد ذلك سنحل الأسئلة so Khalid are you happy with your job at the TV station yes very happy I enjoy being out there and talking to people I get a lot of satisfaction out of my job how long have you been working on TV I've been a reporter at this station for five years since my internship what about you I've been working at the bank since I left high school it's the same thing day after day day in and day out I'm bored to death I was hoping to be a watch repairer you know but my parents talked me out of it they said it wasn't a serious profession well I was going to be a dentist but luckily I changed my mind can you imagine me in a small room stuck between four walls that's where I am right now it's time to move on and find something more challenging I have a lot of different skills I'm good at solving problems I'm organized, reliable, hard working what do you think I should do? why don't you network with friends and find out about available jobs وبعد أن استمعنا إلى النص سنقوم بحل الأسئلة answer true or false علينا أن نجب إما بصح أو خطأ number one خالد doesn't get a lot of satisfaction out of his job هل خالد لم يكن لديه رضا عن وظيفته no إنها إجابة خاطئة كان راضيا تماما عن وظيفته number two خالد has been working for five years كان خالد يعمل لمدة خمس سنوات yes إنها إجابة صحيحة number three يوسف has had several jobs since he left high school يوسف كان لديه العديد من الوظائف منذ أن ترك المدرسة الثانوية no إنها إجابة خاطئة كان فقط يعمل في البنك number four يوسف wanted to be a watch repairer يوسف أراد أن يكون مصلح للساعات yes إنها إجابة صحيحة number five خالد wanted to be an engineer خالد أراد أن يكون مهندسا no إنها إجابة خاطئة كان يريد أن يكون طبيب أسنان dentist ننتقل إلى circle the correct answers علينا أن نختار الإجابة الصحيحة number one خالد's job is a TV reporter كانت وظيفة خالد هي مقدم برامج number two خالد likes his job because he enjoys talking to people خالد يحب وظيفته لأنه يستمتع بالحديث إلى الناس number three يوسف's job is boring كانت وظيفة يوسف مملة number four يوسف is good at solving problem يوسف كان لديه العديد من المهارات ومن ضمنها حل المشكلات number five يوسف's parents said that a water repairer was not a serious profession والدا يوسف قال أن إصلاح الساعات هي ليست وظيفة جدية ننتقل إلى حل النموذج التالي أيضا سنستمع إلى نص هذا النموذج وبعد ذلك سنقوم بحل الأسئلة pilot accidentally triggers hijacking alarm a false hijacking alert was sent from an Air Europa plane to Schiphol Airport in Amsterdam the airplane was about to depart for Madrid Spain when the pilot accidentally pressed the hostage alert button the alert caused the closure of most of the airport's gates some rumors suggested that passengers on board the airplane were being held hostage by men with knives after the military police were called in to investigate the situation they announced that it had been a false alarm all passengers and crew were safely evacuated and no one was harmed وبعد أن استمعنا إلى النص سنقوم بحل الأسئلة السؤال الأول يقول what caused the false hijacking alert at Schiphol Airport ما الذي تسبب بالتنبيه الخاطئ للاختطاف في مطار Schiphol كان سببه accidental press of the hostage alert الضغط بالخطأ لمنبه الرهائن number two what was the destination of the Air Europa plane involved in the incidents ماذا كانت وجهة طائرة Air Europa والتي كانت في هذه الحادثة كانت متجهة إلى Madrid Spain إلى أسبانيا number three how did the false hijacking alert impact Schiphol Airport كيف أثر الإندار الخاطئ للاختطاف في مطار Schiphol closure of airport gates قاموا بإغلاق بوابات المطار number four what did rumors initially suggest about the situation on board the airplane ماذا كانت الإشاعات في البداية بالنسبة للموقف الذي حصل علامة الطائرة hostage by armed men كانت الإشاعات في البداية أن هناك رهائن تم إمساكهم بواسطة رجال مسلحين number five how did the military police respond to the situation كيف استجابت الشرطة العسكرية لهذا الموقف they evacuated passengers قاموا بإخلاق الركاب ننتقل إلى write T for true and F for false علينا أن نكتب حرف T إن كانت الإجابة صحيحة وF إن كانت خاطئة number one the incidents occurred at Cheeple Airport in Amsterdam هذه الحادثة حدثت في مطار Cheeple في أمستردام yes إنها إجابة صحيحة number two the pilot intentionally pressed the alarm button الطيار متعمدا ضغط زر الإنذار طبعا إجابة خاطئة كان by accident يعني بالخطأ number three the nature rumors passengers held hostage by men with knives كانت الإشاعات في البداية أن الركاب رهائن وواسطة رجال يحملون سكاكين yes إجابة صحيحة number four the passengers and crew escaped الركاب وطاقم الطائرة قاموا بالهروب no إنها إجابة خاطئة لم يقوموا بالهروب إنما تم إخلاءهم number five the incidents resulted in injuries هذه الحادثة نتج عنها إصابات وجروح no إنها إجابة خاطئة الجميع كانوا بأمان ولم يصب أي أحد بأداء ننتقل الآن إلى النموذج التالي سنستمع إلى نص هذا النموذج وبعد ذلك سنجب على الأسئلة hi Susan did your new Spanish class start today? hi Steve yeah it was great fun hola hey you learned something already so tell me about the other students well first I want to tell you about the teacher she's crazy her name is Maria and she's from Malaga in the south of Spain she's about 35 years old and is a really friendly person she's very funny it's difficult to understand her accent sometimes but I'm sure it will get easier how many other students are there in the class? oh about 12 I think everyone is about the same age so that's great where are you doing the lessons? are you at the college near the tennis club? no we're at the town library we are using a small room at the library so it's really quiet and all the books are right there are the other students all American? most of them are yes there is a Japanese girl called Miko she is probably the best in the class her accent is wonderful I think she studied Spanish at school aha and then there's an English boy called James he lives here and works at the university he wants to learn Spanish because he hopes to go to Argentina next year he is very young about 22 years old and the rest of you are American? yes apart from James and Miko the rest of us are American I met your mother's friend Rosemary Rosemary? who is she? that friend your mother plays tennis with sometimes oh Rosemary why is she learning Spanish? she speaks Italian and French already well maybe she wants to be multilingual she speaks really well I feel so stupid in that class and that's after just one lesson oh dear don't worry Susan maybe I'll come by next lesson and then I will be the worst for sure what did you do in today's class? because it was the first lesson only we did some basic things like the numbers to ten and how to ask a person's name ask me my name in Spanish oh um I can't remember كوم تي كوم تي ياما كوم تي ياما كوم تي ياما oh I can't remember anything oh I will come to the next lesson and help you وبعد أن استمعنا إلى النص سنقوم بحل هذا النموذج choose the correct answer علينا أن نختار الإجابة الصحيحة number one what is the name of Susan's Spanish teacher? ما هو اسم معلمة سوزان الأسبانية؟ اسمها ماريا number two where are the Spanish lessons taking place؟ أين كانت دروس الأسبانية تأخذ؟ كانت تأخذ في town library number three how many students are there in the class؟ كم عدد الطلاب في الصف؟ كانوا twelve اثنى عشرة طالبا number four which students wants to go to Argentina next year؟ أي الطلاب سيدهبوا إلى الأرجنتين السنة القادمة؟ هو جيمس number five who is Rosemary in relation to Steve؟ ما هي علاقة روزماري بستيف؟ هي ستيف's mother's friends هي صديقة والدة ستيف ننتقل إلى right T for true and F for false سنكتب حرف T إن كانت إجابة صحيحة وF إن كانت خاطئة number one Susan's Spanish teacher is from Malaga نعم إنها إجابة صحيحة كانت معلمة سوزان الأسبانية هي من Malaga إذن سنكتب حرف T number two all the students in the class are American هل جميع الطلاب في الصف كانوا أمريكيين؟ no إنها إجابة خاطئة most of them أغلبهم كانوا أمريكيين وليس جميعهم number three مايكو is the best students in the class هل كانت مايكو هي أفضل؟ الطلاب في الصف yes إنها إجابة صحيحة number four روزماري speaks Italian and French كانت روزماري تتحدث الإيطالية والفرنسية؟ yes إنها إجابة صحيحة number five Susan remembers how to ask a person's name in Spanish هل تذكرت سوزان كيف تسأل شخصا ما عن اسمه بالأسبانية؟ no لم تتذكر إنها إجابة خاطئة ننتقل الآن إلى حل النموذج الذي يليه سنستمع أيضا إلى نص هذا النموذج وبعد ذلك سنقوم بحل الأسئلة موسيقى is this gonna be for here to go? to go and yeah I'd like 80 cheeseburgers oh is that 18 like one eight or eight zero? no 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 80 80 okay uh 80 cheeseburgers that sounds like you're feeding a whole football team well actually the foods for a girls soccer team and the coaches and some wild fans okay uh yeah what else can I get for you today? yeah I'd like 50 large fries uh no 60 make that 60 okay 60 like six zero right? right 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 okay and then 13 baked potatoes okay four uh let's see here 40 chocolate shakes four zero right? right okay 15 large cokes and uh let's see a glass of water with no ice no ice? right right it's for our team cat oh yeah the ice would be confusing okay and uh yeah I think that's all oh okay so it looks like your total is 290.13 woo and it's probably gonna take about 30 to 40 minutes because that is a bit of food no that's fine all right thanks all right all right إذن بعد أن نستمع عنها إلى المحادثة سنجيب على الأسئلة circle the correct alternative طع دائرة حول الإجابة الصحيحة how many cheeseburgers does the man order? كم عدد البورغر بالجبن طلب هذا الرجل طلب 80 80 بورغر number two the man is ordering food for a soccer team طلب الرجل الطاب لفريق كرة القدم number three the man asks for 60 orders of fries طلب الرجل 60 بطاطس مقلية number four he also orders 40 chocolate shakes أيضا طلب أربعون مثلجات الشوكولاتة put T for true and F for false سنضع حرف T إذا كانت الإجابة صحيحة وF إن كانت خاطئة number one customer's order is going to be to go طلبات هذا المشتري ستكون للخارج yes الإجابة صحيحة the food is for the girls players only هل الطعام هو للفتيات أو اللاعبات الفتيات فقط no الإجابة خاطئة the customer orders baked tomato هل طلب هذا الرجل الطماطم المطبوخ no الإجابة خاطئة the total comes to 290.13$ كان مجموع السعر هو 290 يسأل إجابة صحيحة fill the blanks with the correct words علينا أن نقبل هذه الفراغات بإحدى الكلمات الصحيحة هنا the cashier begins the conversation with saying hi بدأت الكاشير المحادثة بأن قالت hi مرحبا the customer orders a large cox طلب هذا الرجل المشتري الببسي الكبير a glass of water with no ice is ordered for the team cat كوب الماء بدون الثلج هو طلب لقط الفريق the cashier ends the conversation with saying alright أنهت الكاشير محادثتها بأن قالت alright حسنة ننتقل إلى النموذج التالي سنستمع أيضا إلى نص هذا النموذج وبعد ذلك سنقوم بحل هذا النموذج مرحبا 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 أعلم أعلم مرحبا 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 لقد نفعل شيئا لماذا لا تتعب مرحبا هم لديهم مرحبا مرحبا أعتقد أن سأرى المساعدة وردتك Maybe we could go together Yes, that's a good idea Okay, I'll text you or email you tomorrow with the information Fine Bye Bye Number two Mustafa joins the gym to lose weight أما مصطفى فيذهب إلى النادي الرياضي كي يخسر وزن Number three The trainer told مصطفى to do 20 minutes on the running machine المدرب أخبر مصطفى بأن يقوم بعمل 20 دقيقة على جهاز الجري Number four The trainer told مصطفى to do 40 minutes on the weights أيضا المدرب طلب من مصطفى أن يعمل 40 دقيقة على الأوزان Number five وسيم can have a personal trainer when he joins the gym if he likes يمكن لوسيم أن يحصل على مدرب خاص إذا التحق بالنادي الرياضي إن كان يحب ذلك Number six مصطفى will text or email وسيم about the cycle classes مصطفى سيقوم بإرسال إما رسالا أو بريدا إلكترونيا لوسيم ليخبره عن حصص الدرجة ننتقل إلى number two Put T for true or F for false sentences سنضع حرفة T إن كانت الإجابة صحيحة وإن كانت خاطئة Number one مصطفى thinks the gym isn't really good مصطفى يعتقد أن النادي الرياضي ليس جيداً No الإجابة خاطئة Number two A free health check is given when you join the gym هناك فحص للصحة العامة مجاناً يُعطى عندما تلتحق بالنادي الرياضي Yes الإجابة صحيحة Number three Cycling is one of the best ways to build muscles الدراجات هي أفضل الطرق لبناء العضلات No الإجابة خاطئة Number four مصطفى will check the website about having cycle classes مصطفى سيقوم بفتح الموقع ليعرف إن كان هناك حصصاً لكوب الدراجة أم لا Yes الإجابة صحيحة ننتقل الآن إلى حل النموذج الأخير أيضاً سنستمع إلى نص هذا النموذج وبعد ذلك سنكون بحل الأسئلة Excuse me, Ms. Henderson Yes Diana, how can I help you? I'm sorry but I can't come to class next Wednesday I have a doctor's appointment Okay, thanks for letting me know Is there anything to do at home? Let me just check my notebook Okay, first of all you need to read chapters 17, 19 and 20 in the book There are also some articles and a video to watch Those are online I'll post the links online in the usual place Chapters 17 to 20 Yes, except chapter 18 Chapters 17, 19 and 20 Ah, okay Is there a deadline? Yes, this Friday But there's something else I was going to give you all a practice test I was going to give you all a practice test A practice test? Yes, to help people prepare for the midterm exam Ah, alright Don't worry I can send you the practice test By email on Wednesday Can you send it to me before Friday? Sure No problem And don't forget to bring a certificate From the doctor to the office Thanks, Ms. Henderson I'll do that You're welcome, Diana Take care إذن بعد أن استمعنا إلى النص سنجيب على هذه الأسئلة Number one Diana can't come to class because she has a doctor's appointment Diana لن تستطيع المجيء إلى الحصص لأن لديها موعد مع الطبيب Number two For homework, she has to read chapters 17, 19 and 20 كواجب عليها أن تقرأ الفصول السبعة عشر والتسعة عشر والعشرون Number three The articles and video are available online المقالات والفيديوهات متوفرة online أي عبر الإنترنت The deadline for the homework is Friday التسليم النهائي للواجبات سيكون يوم الجمعة Number five Miss Henderson says A practice test is to help people prepare for the midterm exam قالت المعلمة Henderson أن اختبار التجريبي هو لمساعدة الطالبات للتحضير للاختبارات النصفية Number six The teacher can give Diana the practice test by email المعلمة يمكنها أن ترسل لديانا اختبار التجريبي عبر البريد الإلكتروني Number seven The office needs المكتب يحتاج a note for the doctor تقرير من الطبيب Number eight This dialogue is between two people هذه المحادثة هي بين شخصان Number nine Miss Henderson is Diana's teacher إذن المعلمة هندرسون هي معلمة ديانا Number ten The conversation takes place at school هذه المحادثة كانت في المدرسة الآن وصلت إلى نهاية هذا الفيديو ونهاية حل أسئلة استماع النهائي للمرحلة الثانوية إذا عجبتم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو وأضطوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وشكرا المترجم للقناة